اشتركوا في القناة الحضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم مع حافظه الله ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حافظه الله جاء ذلك لدى استقبال معالي في مكتبه بقصر القضيبية سعادة السيد ستيفن هولي نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية سلوفاكيا بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة الدكتور إيغور هايدو شيك سافير جمهورية سلوفاكيا المعين لدى مملكة البحرين المقيم في دولة الكويت والوفد المرافقة وخلال اللقاء رحب معانيه بسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء السلوفاكي متمنيا له طيب الإقامة في البحرين ومعربا معانيه عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من الخبرات وتبادلها بين البلدين الصديقين في مجال تطوير البنى التحتية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة لتسهيل تقديم الخدمات والحصول عليها في أقصر وقت ممكن كما جرى خلال اللقاء سعراض مسار العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية سلوفاكيا وبحث أوجه وسبل التعاون المشرك عبر تشجيع مؤسسات القطاع الخاص لزيارة كلا البلدين والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل منهما تعزيزا للتبادل التجاري القائم بينهما من جانبه عرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية سلوفاكيا عن شكله وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة على ما لقيهم من ترحاب وحسن استقبال مقدرا اهتمامه بتطوير العلاقات مع جمهورية سلوفاكيا بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين شكرا 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 شكرا